بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وقفر لقد أميك الأبعاد في المدرسة يقدم جدا من هذه المهومة لذلك العباد لت يعرف بإصدقاء حول ما فيه لماذا يتواجد في المدرسة لو قد يؤذيون بك أن تجيب هدفة الله أي ذلك هذه المدرسة أتفاع أن سنتقل في المدرسة أستطيع أسطيع أن تجيب سيارة الله فبكر كيف يمكنك أن تكون هناك؟ كيف يمكنك أن تكون هناك؟ كيف يمكنك أن تكون هناك؟ الحمد لله الموصوف بالقدم المنعم بجلائل النعم لجميع الخلق والنسم الذي علم بالقلم يعلم الإنسان ما لم يعلم المنزل بالقرآن العظيم بلسان عربي مبين تفضيلا وإنعاما حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يرلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله ضلال المبين سبحانه من خالق منع مخاطب لحبيبه المكرم بقوله المحترم ألم تر أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في رضي وأصبغ عليكم وصل الكرما سلي وسلعه أرسله من حيث الشرك قد ملع الأرض قتامه وعم البلاد ظلامه وخفقت في الخافقين أعلامه واستوت في قلوب الناس أوثاله وأصنامه وصارت الناس كالنعام وارتفع ذكر الحلال والحرام واستوا في الضلال عالم القوم وجاهلهم ومفضولهم وفاضلهم ومرؤوسهم ورئيسهم وشريفهم وقصيسهم حشرهم شيطان في شرك شركه وأحطر في ذات غيرك فبينما الأمر كذلك قد طبقت الأرض ظلمات الشرك وغلب على بيض الأيام التوحيد يليل الحلق رحم الحق الخلق رحم الحق الخلق فأرسل إليم حبيبه اللعظم وقليل له الأكرم سيد ولدي آدم وصفة الصفة من جون العالم صاحب الأخلاق السنية والمعجزات الباهرة والآيات الكريمات الشاملة للعلوي والسفلي والصامتي والناصقي والساكني والمتحركي والمائعي والجامدي والسابقي واللائقي والغائبي والحاضري والباطني والظاهري والعاجلي والآجلي أبا القافل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصف الحبيث القسي إني أبعثه رسولا فأهب له كل خلق كريم وأجأل السكينة لباسه والبر الشعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعرف خلقه والعدل السيرته والحق الشريعته وأحمد إسمه فكيف لا وهو المتوحش دون البشر قانت الرب العلي الكبير المتكبر ولم يلهي شغل شاغ الله ولا خطر إلى عجب السنع الله الذي أقنى كلشا كما ذكر كما قد مشاه في هذا المعنى استراج الوقات الذي يقبس من نوره التام الحاضر والبرد مغلق النوازل وقشاف غوامد المشاكل القدوة الإمام حامل ألوية الإسلام الذي لا يجارى ولا يباهى ولا يضاهى من سماه سماء وذكره نمى له اليد الطولة والغاية القصوى والملجم المعوى على مد الزمان الذي لا نظل في الأقران والمشهر بالبناء إنه يعرف بضوصورا الحاج مالك العثمان تابع عليم الرحيم الرحمن بخلاص الذهب في ستقرار عربي قولي من بعد طائن ولامن ثم ستة أش قلن رأى كل فلاقص سبس فان بس سماء يرمع لو تك اشتركوا في القناة تابع اللقاء تابع ل discovering باشتركوا في القناة ونجم إلى جهج لخبار المترجم للقناة المترجم للقناة